سورة الإسراء السورة السابعة عشر طبعا بعد أن ذكر الآية الأولى سبحانه الذي أسره بعبده إله قال وآتينا موسى الكتاب الآية الثانية وجعلنا هدى لبني إسرائيل موه كذا ثم إلا تتخذوا من دون وكيله وقضينا إلى بني إسرائيل أذكر فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم ثم ذكر بعدها القرآن مباشر أن هذا القرآن يهدي للذي أقوى ويبشر للذي أقوى صحيح ماذا قال في آواخرها ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات أو المرة ذكر بني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فس البني إسرائيل إذ جاءه ذكر الكتاب في أولها وذكر الآيات الدل على صدقه في الآخر هذا الكتاب صدق موسى تسع آيات بينات يعني العصى واليد وهذه آيات بينات والطفان والقمة والجراد والدنون فذكر الكتاب أولا ثم ذكر في الآخر الآيات الدل على صدق هذا الكتاب وصدق موسى هو في البداية ذكر الكتاب مع سيدنا موسى وأنه هدى لبني إسرائيل وفي الآخر ذكر الآيات الدل على صدقه تسع آيات ثم هو ماذا قال قال فإذا جاء وعد أولاهما ماذا قال في الآخر فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة يعني قال في الآلف ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أولا مرة الله فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة لفيفة معنى يعني مجتمعين جماعات جماعات الله سبحانه وتعالى وما يحدث الآن ومو فقط هذا الغريب كما ذكر لأحد الأساتذة مختصين قال أن هناك أثر قرأه أنهم يؤتى بهم على ذوات أجنحة الله أكبر هذا قرأ أثر قديم ما شاء الله الطائرات طائرات الله أكبر سبحانه الله يا العظيم ذكر ولعله يستمع هو يستمع الأستاذ هو يقرأ هذا يعني أثر قديم في الكتب القديم قبل الطائرات طائرات في الأثار القديمة كتب القديمة سبحان الله على ذوات أجنحة ومجتمعين لفيفة جماعاتها وهو ما يحدث كيف يكون الأعجاز الله زي يعني هذا وجودهم والله من عالمات الأخيرة ربنا زي ثم احنا قلنا ذكر القرآن بعد ذكر بني إسرائيل نعم وقلنا هذا القرآن يديلتها الأخوة ويبشر بعد ذكر بني إسرائيل وموسى ماذا قال قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نعم عن القرآن طبعا وبالحق أنزلناه القرآن وبالحق نزل وما أرسلناك إلا وقرآنا فرقناه وهي تكملة الآية يتقرأه على نفسه ونزلناه تنزيله قل آمنوا به أو لا تؤمنوا هو الكلام كما ذكر القرآن بعد بني إسرائيل في الأول ذكره بعد موسى كما ذكر في الأول سبحان الله نفس النمط نفس الترتيب يعني مثلا من خارج القرآن نفهم هكذا إن هذا القرآن يهدي للتهاي أقوى قل آمنوا به أو لا تؤمن الله جميل وكأنها تكملة حقيقية لما جاء في صدر وبالحق أنزلناه وبالحق نزل قل آمنوا به أو لا تؤمن سبحان الله راضي سبحان الله يعني كيف يكون إذن سيدة دكتور فضل هذا أمر مقصود لذاته مقصود لذاته الآن نحن ذكرنا يعني سبع عشرة سورة متصلة نعم يعني ألا يعني يدل ذلك أو يكفي على أن هذا أمر مقصود صحيح طب أتعلم منك البومسترات جنيبة تسمح لي إذا جاءت خواتيم أو بداية السورة بشيء غير هذا نقول معذرة سمح لكن نتعلم أنتم تتلمسون العذر وتبررون ما هو موجود يعني لو كانت الخاتمة غير هذه أيضا ستقول لنا كلاما وتربطونها بهذه وتلك مثلا كنت يعني في السابق أرى هذا حضرتك شخصيا وكتبت هذا في مقدمة التعبير القرآني نعم كنت أرى أنه ما يقال من تعليل في بلاغة القرآن وارتباط الآيات بعضها ببعض إنما هو يعني لو كانت على غير ذلك لقيلة أيضا في تعليلها مرحيل وكتبت هذا موجودا جيد صحيح مقدمة صحيح لكن فقررت يعني أن أدرس بنفسي بمسألة هذه مجرد من هذه المسألة ووجدت يعني وبعد الدرس إلى ما وصلت لا هذه أمر مقصودة حقا مقصود حقا وليمكن أن يكون إلا بهذه الطريقة يعني الارتباط يكون بشكل آخر لكن هناك ارتباط لكن ربنا أراد بهذه الطريقة لسبب يعني سبحان الله العظيم سبحان الله طب الأوائل سيدي فهموا تناسب بداية الصور مع أخاوتي هي كانت تنزل منجمة كما تعلم وقد تنزل آيات التأخر السوري قد يتأخر عن أولها يمكن سنوات صحيح لو قرأت هكذا يعني متصلة وطعا كان يعني يعني تكون مفهمة بالنسبة يفهمونها جيد